بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين مرحبا بكم لقدوات القننطات اولي صغار بالكوكو جيجي ورائعين وسريعين تحضير بالنسبة للمقادير حجنا نصف كيلو ديال الكوكو كوكو المفسوخ الكوكو كما كتشوفوا انا سلقته نضرته في الكسرونك وتقليل ما طيب مع شرائح ديال البرتقال وديال الحامض حتى تلعت في الغليم زيان نضرت الماء طيب على جنب بعد الماء طيب سفيت الغليم خمسة دقيقة تقليل سفيته وخليت لك شرائح البرتقال وديال الحامض وزيت الغليم مع قطرة الروح لكي تهرس الجهة الكوكو سفيته وخليته حتى تقطر وحاول نحيط لديك النباتة حاول نحيط لديك النباتة سوف نقوم بتجربة البرتقال هذا ما الذي يمكننا جهد لأنك الكوكو يكون جيد سوف نقوم بتصوير الكوكو سوف نقوم بتخلص الكيمية سوف نقوم بتجربة كاملة سوف نقوم بتجربة اضيفة 200 غ نضيفة 200 غ نضيفة 300 غ نضيفة 200 غ نضيفة ثانية نضيفة الزيت سوف تدهنه بالزيت و تدخل الفرن نضيف 100 جرام سكر حبيبات نضيف 1 جرام السكر نضيف 1 جرام حبيبات نضيف 1 جرام نضيف 1 جرام نضيف 1 جرام احسنت انكهه يمكنك اكتره احترال بخانيني او الكراميل يمكنك اختيار الاختيار لكي يريدون نحاول نضيف المزهر بالكف و اذا تلقيت لكم الزيت احاولوا ترشوها بالماء الزهر سخون بالنسبة لي انا سوف نضيف المزهر تقريبا هنسيت لي كأس صغور دي المزهر حتى نجمعتي على هاد الشكل كيفما كتشوفو ده هو القوام اللي خسنان تحصلو عليه نشكل حرابيل القياس اللي ابغيتو من بعد ما كملت الحرابيل دي العقدة ديالي نجيل الورقة عندي هنا نصف كيلو ديال الورقة بالنسبة للنصف كيلو ديال الكوكاو ونصف كيلو ديال الورقة شاتلية شوية ديال العقدة سوف نقطع الورقة على جوج و نعود نقطعها كلها نصف كنقسموه على ثلاثة و مطابع الحل الحجم كيبقى على حسابية السيجار وش بغيتوه كبير او لا صغير يلا بغيتوه صغر من هاد القياس اللي درس كتقسمو هاد النص على ربعة عوض ثلاثة كننخدو واحد الموتلات الجهة اللي حرشة هي اللي كتكون عطينا لوجه و الجهة الرطبة هي اللي كتكون على طاولات العمل كنديرو الحشوة ديالتنا ضروري تغطيوها ما تخليواش عريانا العقدة لانها كتشرب و كتنشف سوف نحاولو نضبطو هادوك الجواني باش يجينا السيجار ديالنا تولو مقد كالو كان اعتادر على الإضاءة لان كنت خدمت في الليل صافي كالوو على هذا الشكل و كان بيروا شوية ديال الدقيق مع الماء همشوهما باش كاللسقو هاد رقول ديال الورقة يمكن لكم هاد السيجار دخلوهم الفران من بعد ما تدهنوهم بالزيت او للزبدة او لخالدي الزيت وزبدة الزيت تعطيهم احد القرمشة هناك يجوهم قرمشين بالنسبة لي أنا غادي نقليهم غادي نكتفي أني غادي نلصقهم بالدقيق خالة الدقيق مع الماء وغادي نحطهم على جانب ضروري خستكم تخليهم ينشفوا أنا قدتهم بالليل خليتهم حتى الغدليه في الصباح حتى باش خدمتهم طيبتهم وبالنسبة لي خدمهم في الصباح يخليهم على الأقل حتى الليش يعني ضمن أن الورقة نشفت لي باش ما ترتقليش في الطياب بالنسبة للعسل هو هدك فيما كتشوفو العسل ديال البريوات لالت ديال السيجار خاصو يكون ما يكونش خفيف يكون شويش تقيل فيما كتشوفو هذا هو القوام ما دين نخليلكم الرابط ديال العسل في صندوق الوصف وغادي نحط الزيت تكون سخونة وغادي نحط لليسيجار نفس طريقة تطهي ديال البريوات كتكون الزيت سخونة وكنحطو لبريوات أو لليسيجار ديالنا حتى كنحسو بأن الورقة حتى نقصو شوي العفية باش تجينا الورقة مقرمشة سوف نستمر على هاد طريقة حتى كنحط الكيميا لحسابيت بطبيعة الحال الحجم ديال المقلع ديالتنا العفية ما كتكونش ميتة يعني قليلة وما كتكونش مجهدة باش ما يتحمر للينا الورقة وهي باقة رتطبة من الداخل سوف نحط الكيميا اللي غادي نخدم وكان نبدو نخلي واحدة كتقبط راس هذيك الورقة وكان ننقص لها فيها ونبدو نحركو ما كان ننوقفش من التحراك باش يجيونا دوك ليسيجار محمرين تحمير روحدة كيف مما شفتو معانا باش ما يتحمروا شي الجوانب كتر من الوسط نفس الطريقة ديال الطهي ديال البريوات كنستمر في تحراك ديالي سيجار بها الطريقة باش كنضمن انه يكون اللون موحد في كل حبة ديالي سيجار او لالينيم ديالنا سوف يكنستمر على هذي الطريقة حتى كيتحمروا لنا وكي ياخدوا اللون الدهبي ما تحمروا مش كتر من القياس لانهما باقي قد يتحمروا في العسل ومن طبيعة الحال ما يكونوش بيضين سافي بالنسبة لي انا هذا هو اللون اللي خسنين تحصل عليك فيما كتشوفو بتيكونو مدهبين هما من اللي يتطفعوا في العسل وغادي يبقوا في العسل غادي يزيدوا ياخدوا اللون غامق على هذي اللون العسل ديالي فيما كتشوفو راتقيل يمكن لكم تسخنوا شوية العسل ولا تحطوه مباشر لانه العسل راكي يسخن مباشر ما تمكن حطوه في شي حاجة سخونة فقط من اللي تجيو تخشيو اللي صيجار ديالكم في العسل غير بشوية لانه الورقة مقرمشة وتقدر تهرس لكم حوله غير بشوية فيما كتشوفونا العسل ديالي راتقيل شوية صافيك نستمر عليك حتى نخشي هاد اللي صيجار كاملين يتخشو لي في العسل بالنسبة اللي صيجار او البريوات من الاحسن خليوهم مده طويلة في العسل اللي يدرسهم الصباح خليوهم حتى اللي عشية خليوهم يباتوا باش تحصلوا على النتيجة رائعة بحال هاد النتيجة هما لي صيجار انا يخليتهم في العسل في الصباح قليتهم وخليتهم تلعشية عدا باش زولتهم وخليتهم استقطرو هادي هي النتيجة كفما كتشوفو راكي يجيو رائعين المطاق ديال هم قرمشين الى حسيتوا بالورقة جاتكم قاسحة صخنوا العسل وعودوا خويو فوق لي صيجار ديالكم هما في الشبكة كما كتشوفو معايا انتوما كتشوفو العقدة جاتمع الكاجو رائعين من السمين نتمنى انكم نجربوه من الاعجاب ديالكم ودمتم في رعاية الله الذي لا تضيعوا ودائعوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة